اشتركوا في القناة كما تشاهدون مع حلقة جديدة اولى في سلسلة لدراسة علم العروض او ميزان الشعر كما يعرف هو اول ما نبدأ به ان شاء الله تعريف علم العروض ثم نثني بالحديث عن مكتشف علم العروض ثم بعض المصطلحات في علم العروض بالنسبة لمكتشف العروض فهو الخليل ابن احمد الفراهيدي رحمه الله العالم البصري الشاعر والأديب والناقد والفقيه واللغوي طبعا هو من موليد او عاش في القرن الثاني الهجري وعالم متبحر لما نقول متبحر معنى انه بلغ شأنا كبيرا في علوم اللغة العربية وعلوم الفقه خاصة علوم اللغة العربية كل علوم لغة العربية وعالم ايضا بفنون الموسيقى والاقاع وشاعر كبير ومحيط باشعار العرب يعني جاهليها والشعر الجاهلي والشعر في عصر الاسلام كان لديه قلت احاطة كبيرة بالشعر العربي وانواع الشعر العربي وضروبه وكان له ملكة وموهبة كبيرة وعبقرية مكلته هذه الموهبة زيادة على العلم الذي احاط به علوم اللغة العربية والشعر الى جانب هذه الموهبة ويعني اكتشف علما مهما من علوم اللغة العربية وهو علم التشكيل والتنقيد العلم والتشكيل والتنقيد كان يعني هدفه الاول هو القرآن الكريم واللغة العربية عموما واكتشف ايضا او استقرأ واشرح ما مع استقرأ علم العرض او علم ميزان الشعر استقرأ لانه ميزان الشعر كان موجودا كان موجودا منذ الانسان العربي الاول الذي قال الشعر وعبر العصر الجاهلي كله كان الميزان موجودا فالناس التي كانت تقول الشعر كانوا شعراء ربما ليس كل الناس كانوا يقولون الشعر كما ربما يشاع عند بعض الناس نعم استطيع احدهم ان يقول بيتا او بيتين او ثلاث ابيت او هكذا مقطوعة يعني لكنه ليس شاعرا مكثرا فحلا يعني يستطيع قول القصائد كيف شاء وان شاء ومتى شاء اذا فهو قد احاط بالشعر العربي ثم تتبع يعني قواعد الشعر العربي وميزانه واكتشف ان هذا الشعر كان يخضع او لستة عشر ميزانا سماها بحور الشعر العربي التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله في قادم الايام باذن الله تعالى اذا ميزان الشعر كان موجودا ولكن الخليل بقليته وبملكته وبنقده وفحصه الشديد للشعر العربي اكتشف هذا الميزان واضاف له اعطاه مسميات واضاف له يعني قواعد اخرى استفاد منها الشعر العربي عبر كل هذه الازمان ولازمنا نستفيد منها الى حد الان طبعا تعريف علم العروض هو علم يختص بدراسة الشعر العربي اذا هو علم فيه قواعد وفيه مقررات وفيه حقائق وفيه اقسام وتفريعات ومصطلحات هو علم قائم بذاته وليس مجرد فرضيات او نظريات علم قائم وهذا العلم يختص بدراسة الشعر العربي لما نقول الشعر العربي خرج النصر فالعروض ليس مختصا بالنصر وانما مختص بالشعر العربي فقط لماذا يدرس الشعر العربي من اجل فائدة كبيرة عظيمة على اللغة العربية وهي انه يميز صحيح الشعر من فاسده ولذلك لو لم يكن علم العروض او ميزان الشعر لا قال من شاء ما شاء طبعا هذه القولة انا استعيرها من مصطلح الحديث لانه يقول لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لكن في الشعر لو للعروض لقال من شاء ما شاء ايضا هذا العلم هو من اهم علوم اللغة العربية كما اسلفت قبل قليل لان بسبب فائدته التي من بها على اللغة العربية وهي ان العروض يميز يعني بفضل العروض نميز او يميز العلماء بين الشعر الصحيح والشعر الفاسد وللخليل ابن احمد الفراهدي رحمه الله عدة مؤلفات ولعل اهمها كتاب العين وهو اول معجمين في اللغة العربية طبعا الخليل كما اسلفنا عاش في القرن الثاني الهجري وبالتالي فكان متقدما جدا في هذا الميدان ثم كتاب النغم وكتاب العروض وكتاب الشواهد النقط والشكل وكتاب الايقاع هذه كتب من مؤلفات الخليل ابن احمد الفراهدي مكتشف علم العروض رحمه الله تعالى طبعا بعض المصطلحات العروضية القصيدة القصيدة هي النص الشعري الذي زاد عدد ابياته عن سبعة ابيات بمعنى عدد ابياته يكون من ثمانية فما فوق ثمانية ابيات والبيت والوحدة الاساسية للتكوين القصيدة والمقطوعة اذا اكثر من ثمانية فما فوق الى ما يستطيع الشاعر ان يقول تسمى قصيدة طبعا هو بلغا طبعا هناك من الشعراء الفحول من يستطيع القول اكثر من مئة بيت يعني شعرا جزلا كما كان حال المعلقات السبع او العشر على اختلافها وهي قصائد طويلة علقت على ظهر الكعبة فسميت بالمعلقات وكان من اصحابها امرؤ القيس وعمر بن كرثوم ونبي غذبياني وزهير بن ابي سلمة وغير ذلك من الشعراء الكبار هذه القصيدة ثمن ابيات فما فوق بينما المقطوعة هي سبع ابيات واقل سبع ابيات واقل تسمى البقطوعة بينما يسمى البيت او البيتين نتفى هكذا يسمى ايضا البيت كما اسلفت هو الوحدة الاساسية للقصيدة او المقطوعة فالقصيدة تتكون من مجموعة ابيات تقل او تكثر ويتكون البيت من شطرين اساسيين متساويين شطرين او سطرين كما يقولون والسطر الاول يسمى بالصدر والسطر الثاني يسمى بالعجز طبعا الصدر هو مقدمة كل شيء والعجز هو نهاية كل شيء طبعا كما قال الشاعر كما قال العلامة المبدع عبد الحميد بن باديس رحمه الله علامة الجزائر قال شعب الجزائر مسلم و الى العروبة ينتصف فهذا هو البيت ينقسم الى شطرين الشطر الاول يسمى الصدر والشطر الثاني يسمى العجز ايضا الصدر والعجز ينقسمان الى قسمين ايضا الصدر فيه حشو وعروض والعجز فيه حشو وعروض العروض والضرب هما التفعيلتان الاخيرتان في السطرين بمعنى ان العروض هو التفعيلة الاخيرة في الصدر والضرب هو التفعيلة الاخيرة من العجز سوف نعطي مثالا على ذلك حتى يتضح الأمر إذن تلاحظون قول أبو الطيب المتنبي رحمه الله على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم طبعا هذا البيت من البحر الطويل البحر الطويل طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل ندرسه إن شاء الله في قادم الأيام إذن هذا البحر بعد تقطيعه لتحصل على هذه التفعيلات فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل إذن تلاحظون أن هذا البيت بعد تقطيعه أصبح عندنا ثمان تفعيلات هذه التفعيلات التفعيلة الأخيرة في الصدر تسمى بالعروض والتفعيلة الأخيرة في العجز تسمى بالضرب هذا الأمر سهل جدا التفعيلة الأخيرة في الصدر تسمى عروضا والتفعيلة الأخيرة في العجز تسمى ضربا وبقية التفعيلات الأخرى تسمى حشو القافية القافية هي آخر مقطع صوتي وهو آخر ساكن مع الساكن الذي قبله الساكن الآخر والساكن الذي قبله والساكن ما قبل الساكن الذي يأتي ما قبل يكون مسبوقا بمتحرك طبعا يمكن معرفة هذا الأمر بهذا الرمز يعني الساكن الأخير والساكن الذي قبله بينهما متحرك والساكن الذي قبل المتحرك إذن آخر ساكن ليس شرطا أن يكون هذا المتحرك لكن لا بد أن يكون الساكن هذا والساكن الذي قبله والمتحرك الذي قبله طبعا لا بد أن يكون متحرك لأنه لا يجوز التقاء الساكنين إذن ساكن ومتحرك وساكن ومتحرك هذه القافية وسنضرب أمثالا عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى بينما الروي هو المتحرك المتحرك يعني الحرف الذي فيه ضمة عليه ضمة أو كسرة أو فتحة فهو المتحرك الحرف الأخير المتحرك يسمى بالروي إذا انتهت القصيدة بميم فيكون قصيدة ميمية وإذا انتهت بنون فتكون نونية وإذا انتهت بعين وهكذا وإذا انتهت بالسين أو غير ذلك فهذه الحروف الأخيرة المتحركة تسمى بالروي كانت هذه هي حلقة اليوم من حلقات علم العروض نلتقي مجددا إن شاء الله في تسجيلات أخرى في علم العروض وفي البلاغة البيان والبديع والصور البيانية والبديع والمعاني وفي حلقات السيرة النبوية إن شاء الله تعالى وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة